نحكيو رياضة وبالتحديد نحكيو كرة في لوماج اكسبرس عزيز قطاطة جاي بحثينا في لوماج سبور اهلا وسهلا بك عزيز اهلا وسهلا وليد البارح كانت هزيمة خايبابرش المنتخب قدام منتخب جامبيا لافت للانتباه كونه كينه الهزيمة عداد في درجة ثانية قدام تصريح قايس اليعقوبي لاثار جدل كبير بين تونس والجزائر قايس اليعقوبي في كل كونفيرونس دي بريس يثير الجدل بتصريحه وهو يتسمى من اللي يتسمى زادة به في الكوميونيكاسيون لكن المشكلة اللي اطلع موش به برشا في الكوميونيكاسيون خاطر البارح التصريح متاعه عمل المشكلة ما بين تونس والزير هيد خليق بالكل شيء نراكزهم على النقطة اللي يحكيها هو في الاكسترائي انت يجي لنا كل يوم يا تيبانس انت اللي يجيبوا فيهم وغيري وشرقي وغيره والمغاربة تيبانس بلايش انا نعرف حاجات انا انا اشتغل معايا مدرب حراس المنتخب الجزائري عمل دوكوب ديماند ودوكوب دافري يحكي لي حاجة دور شيخ دول النعبية بش يجيبوهم عملية الاغراء مش بايا كنت عملية الاغراء عملية الاستقطار حاجات خيالية احمد ما تتصور همش انتي بكل ما تتصور همش يقولوا همش موجودين في تونس موجودين يخي احنا طول الفوتبول متاعنا تحب تخرجوا من بيئة نعرفوها الكل انا نشدوا في الصف على الزيت وهنا ناس بيطارة متاعنا باية وهنا ناس صحة متاعنا كريثية تحبوا الفوتبول متاع اليابان متاع السويد متاع ايطاليا نتأثروا بالبيئة الموجودين فيها المبادرات يكون متاع متاع الاصلاح متاع تغيير البيئة هذية هني قلت لك يزمها ايرادة سياسية لانه الافكار صدقني والله موجود هو ما فاماش تقريبا اربعين فما مشروع مهم جدا للمنتخب ومستقبل المنتخب وللقادة بتاع المنتخب هذا كان تصريح قيس اليعقوبي ولأثار جدل كبير الفكرة في ان جنيرال اللي حكيها قيس اليعقوبي نوعا ما ما هي جغالت والتمشي متاع الفكرة هذي والتسلسل متاع الحجاجة متاعه ما هو جغالت لكن لو كان نسمعه بالضبط شنو اقال اللي هو كان احكيه على على شقائنا الجزيرين والمغربيين وقال انه فما مدرب حراس كان هو اللي يعطاه المعلومات اذية مدرب الحراس اللي يحكي عليه هو حسين بالحاجي دونك حسين بالحاجي اللي خرج اليوم في الخبر وحكيه دونك قال انا متفاجأ صحيح خدمت مع قيس اليعقوبي في شبيب التصورة المدة التالية والمدة ما فاتتش الاربع شهور اما عمري ما اجبت الموضوع هذا معاه وعمري ما حكيت على الشي هذا وعمري اللي قلت انه المتخب الجزائري يستقطب الجوارات البي ناسيونو بالفلوس دونك تحض في موقف خايب هنا قيس اليعقوبي علما وانه التصريح اثار جدل مش كان معناها في الاوساط المغاربية تونس والجزائر والمغرب لانه اليوم مثلا رمسي سبور مهبت تصوير قيس اليعقوبي لغرو دراباج لسيلكسيونر تونسيين لسيلكسيون الالجيريين وماروكيين أبري لا دفاة دي زيك دو كارتاج فاسا لغمبي سوفيين هو اللي حكيه قيس اليعقوبي يمكن قاعد معمول به على الاقل في الخفاء قاعد يسير لكن يمكن التوقيت متاع والطريقة قاعد يسير في الخفاء وفي العالم انه جايين الملعبية اللي زيكيب ناشيونر اللي زيكيب ناشيونر بتاع بلدانهم يمر عبر نقاشات ومفاوضات مع وكلاء اعمالهم هذا يعرفوه العبد الكل انه قالوا قيس اليعقوبي ان تولي مشكلة ان معناها ماهيش غادي المشكلة لكن هل عنده الحق انه يقول مدرب الحراس هو اللي قال قالوا على خطر قالوا وعلي خطر الاخر ما عندهش شجاعة بشي تعمل مسؤوليته ال وأنه ذاكه هو الواقع ولو ماهيش اسرار عسكرية معنا يا فلاحي ماهيش سبب ماهيش اسرار عسكرية ماينقص حتى شي لمن الهيش السيستام يخدم كاكا ال ماهيش شتيبة لا يا ماينقص حتى شي من منتخبات للمغرب وللجزائر وليهي منتخبات عتيدة مغاربة وجزائريين ومستوى راقي ويخدموا على رواحهم بثقيهم وخلصوهم على مستوى متاحهم تو سمبل ما ويريت احنا عندنا خمسة وعشرين من المستوى اللي عند المغاربة والزيرية ونخلصوهم مليارات بش نكونوا في المستوى متاع المنتخب المغربي بورك وابا ماو نحبو واحدا نعملو الكورة متطورة وبروفيسيونيلة هي يلزب نكتب تقبل منطق البروفيسيوناليزم ان البعض حتى من الجانب الاخر كيحكي على تونس هي قولك ما تنجيمش انتي ما تنجيمش عندك استادات كذا متاحهم وتبن وتعمل بيها تعمل بيها هي كيب خلقها العادة متنجيمش بلاد تشد الصف على الخبز والسميد ما صحيح الفقرة صحيحة اي معناها ماو فم حاجة اسمها لينسي جيم القيس دي عقوبي سمحني انا انا كممرن بالرغم من انو ثقافتي الرياضية تقرب برشة الاسفر كممرن ممكن مراهش ممرن كبير لكن كشخص دعتيه معناها بكل صراحة نعتبره شخص شجاع وتحمل مسؤوليته هو شخص شجاع صحيح ولي قاله صحيح اللي قاله صحيح المبينات ناشنية المبينات ناشنية أنك أنت كتقول حاجة معناها متماشي منسجم مع الواقع وإلا لا لكن بروفشيونيلا هنا كلام تقال في الفيستير ولا تقال في الخافية خلينا نقول ولا بنات زوس خدم مع بعضنا في الفترة معينة ما يجيش يتقال في كونفيرونس دو بخيس معناها فسر لي عليه شيخي هو سكري ديتا مش سكري ديتا يخي هو قال لك يخي هو قال يخي انتم ما حكيتوا سكريتوا أن وسمعوا يجب أن نتعلموا نتعلموا في المسؤولين مهما كان مستويهم من العمدة للرئيس الجمهوري ما أكثر شي من هك يجب أن نتعلموا أنه يقولوا حاجة نتحمله تحملوا المسؤولين اللي ما نحبوش اللي ما نجموش ولا ما نحبوش نتحملوه ما نقولوش علماً وأنه التصريح هذا وهذه ريق متاع ما قلتش وإلا أخرجة من سياقه أن الروق اللي تشجع علماً وأنه التصريح هذا ما نقولش غطى على هزيمة المنتخب البارح ولكن أثار جدل كبير في علاقة بالهزيمة أثار جدل أثار جدل صحيح لكن هذا ما يمنعش أغزر أحنا منا زعام في أنه إن كي واحد يورينا حاجة بسبعه نغزره لسبوع ما نغزوش الحاجة اللي وراه البارح فما هزيمة فما 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 معناها إيكيب ناسيونال ما جيت حد شي ولي تسحق الخسار شنمشي ونلوجه على حاجة إن التصريح متع متع قيسلي عقوب كيما كيما مميش طلع على الكورة أعمال فو الدماء اسمها فو الدماء نمشي ونولي ونحكيه على أنه مسحور السحر ومشح السحر وشعوذة وكده العيب عيب لكن هذا اللي عام لو قيسلي عقوب كي هو أخسر المبارات راجع لنخلط الكل في المنظومة معناها اللي هو كلمة موش غالت من جهة في المنظومة لأنه لأنه اللي كيب ناسيونال متاعنا بالعباد اللي فيها توا بمستويها توا بظروف خدمتها توا جيب جارديولا ما يخرج منها حد شي هذا صحيح هذا اللي يلزم قولوه اللي كيب ناسيونال متاعنا حطيناها في ظروف أنه ما يخرج منها حد شي به إن شنواليو اللوجه اللوجه على أنه أو التصريح مش في بلاستو أو أغريشيف أو سحر أو شعوذة أو درشنوة أو بدلو حواجو عيب 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 معناها في الحقيقة السبور السبور تونسيين زوز مناسبات نرعبو فيهم في بلادنا قم بيلعبنا معها أربع مرات خسرنا كلفة مرات واضح واضح ما هيش ما هيش حاجة جديدة دا كوردو قبل المرة هذه خسرنا معهم في الكوب دا يعطيك صحة ما هيش ما هيش حاجة جديدة الليكيب ناسيونال بتاعنا الليكيب ناسيونال بتاعنا تقول لي يلعبوا في رادس ليه يلعبوا في رادس بلج مهور لأنه في مهور هجرها لأنه يعرف يعرف اللي ما ما هيش جمعية اللي بيش تضيع عليها الليلة وانت تحت السرد لا 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 معناها ما تصلح الشيء الدونك ما يمشي لهيش ما تقولش وطنية راول كرة فرجة قبل كل شيء كرة فرجة شكرا لك سوفيان شكرا عزيز نحكي وعلى الوضع في المنطقة قادة فريق حميس اللي من المفروض تتفاوض في صفقة الأسرة غير موجودة بالدوحة وغيرها من الأخبار الأخرى هذا موضوع لماك انترنسيونال